دي كدابة بس انت خلي صاحبك يكلم ما هو السبب انها علت السعر علينا لازم يصلح غلطته غلطته صباح الفل يا سيك قال وكمان مأموس لك حق ما انت بتزعني وكمان بصالحك شفتش لاز اكتر من كده هو مين جو امي فيه قاعدة بتتفرج على التلفزيون قولي بقى يا سيد انت قل مغيرك من ناحية الشقة دي يا اخويا زغانة على الشقة تغور في ستين دهية بس ما تعملش كده ولا تعمل في نفسك كده خالص فيه ايه يعني لو قلتلك مش هتعمللي شبورة عكنانة وتنكد علي وتخلينا مدي ايدي عليكي انا يا سيد مش هعمل حاجة خالص هتفهميني طبعا طب حلفي طب وراح بتقومي ان شاء الله يا رب يفرمني ترمي ما نعمل حاجة انت كدابة بيت ترمي هتبتش تغليني ما في ترميات دلوقتي بتحلفي عشان تبقي في السليم ها لقى عايز تحلفي بجد بقى قولي ان شاء الله يفرمني متر الأنفاق طب وراح متقوم ان شاء الله يا رب يفرمني متر الأنفاق بتاع عبدالعزيز فهمي والنزل والمرغاني ما نعمل حاجة انت ايه اللي حيودكي مصر الجديدة من ورايا لا 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 بتضحكي علي احلفي يفرمك متر الأنفاق اللي هو بتاع شبرة بتاعنا طب ويا رب يفرمني متر الأنفاق شبرة ما نعمل حاجة قولي يا سيد بقى بصراحة عاطف كان شاف الشقة قبل مني وانت عارف عاطف بيكبر في السن وانا نفسي اشوفه متجوز وخلاص يعني فانا سبت له الشقة بتقول ايه؟ سبت له الشقة يا دهوتات الحقيني الحقيني يا مسيّد شفاني شابني المجنودة يا مابل ما اتحلفش واحدة ستة بدن عايدة اهلاً سهلاً اتفضلي عايز اكفك المتانع على الفران لما اخذها يا أختي خير عايدة متاخذة عايز منها ايه؟ حرم عليك اتقل الله فينا شوية مش مستكتر على ساية حتة الشقة لا هنتجوز فيها؟ بانت حتى متوظف وربنا فريجها في وشك؟ اتقل الله فينا بقى شوية حرم عليكو حرم عليكو ايه بس اتقريدة الشقة بتاعدتها وحنا اتفاني عليها تقريباً اخدناها ايه لا ما توقعوا تسكنوها تتحنوا بها يا بعيدة لا مش كده عايدة يلا يا عطفر مش عافة اتكلم واحدة شرشوحة جايدة اتقل الله فينا بقى شوية ايه 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 اي بس مش عايز اتكلم عشان وفتك. اصحا عايدة يا جهة. اصل? انت لسه هتقول لي اصل? عمالة لبك وتقول لي اصل? قدامي قدامي. اسمع بس يا سيدي. ايه ده? دي عمايل دي? عجبك اللي عملته خطيب التلميذي النجيب بتاع المزيكة ببنتك? اللي عملته خطيب التلميذي النجيب هو نفس اللي عملته بنتك مارين. ليه? هو انا اللي روحت الى اوضارة لا بس انتي تمسكتي بالشقة. بنفس منطق الانانين. ده داري بقى تقولي لي ايه الفرق اللي بينك وبينها? يا اخسار يا مارين. كنت فاكري غير كده. انت برضو جاي عالبنت? ده بدل ما تهزق سي سيد اللي انت فتحت له بيتك. وفي الاخر بعد خطيبته مهدلت بنتك? من هنا ورايح لاشكال دي ما تقشش البيت. شوف يا بنتي يا انا. انا رجل بش متدين زيك. انا حياتي كلها زنوب واخطاء وبلاوي. لكن اسمحيلي اسالك يعني بصفة دي تفهمي في الحاجات دي اكتر مني. هل ده اللي تعلمناه على دين السيد المسيح? دي بتعمل ايه? بابا الشقة دي من حقي. وانا اللي شفتها الاول وانا اللي هاخدها. وهو برضو. خاطبته من رأيها ان هما اللي شافوا الشقة الاول. والسؤال هنا بقى مش مين اللي شاف الشقة الاول? ومين اللي شافها التاني? السؤال هو مين اللي بيحب اكتر بالتاني? مين اللي عنده استعداد يضحي اكتر من التاني? للأسف يا بنتي احنا. احنا في زمن الناس بتفتكر الانسان اللي بيضحي ده. انسان عبيد. اهبل. ضعيف. ليه انا اللي اضحي? ليه انا دايما اللي لازم اضحي? لاني ياسوه علمنا كده. يا تسوني ماريه. يا خادمة الكنيسة. ياللي بتعلمي ولادنا في مدارس الاحد اصول الدين والاخلاقها. ولو ان كل الناس لو عملت زيك. الدنيا دي احتيبها غابة. وحوش بتاكل في بعضيها. انا عمره ما باخد الحاجة اللي نفسي فيها. كل حاجة في حياتي مش عجبان. دراستي ما كانتش عجبان. شغلي مش عجبني. هتجوز جوازها مش عجبان. واحدة واحد دول. ومش عارف يعمل حاجة. يا بنتي. يا بنتي كده انت بتسلمي نفسك يا مير يا ماما. يا ماما صدقيني. خطيبك بيحبك اكتر من روحه. بس انت مش حاسة. تعرف انت مش حاسة ليه? لانك طول عمرك بتاخدي ما بتديش. عمرك يا ميري ما هتشعري بالسعادة. اذا لما تبتيتي تدي يا بنتي. وعلى فكرة. السيد اتصل من شوية. وهو بيعتذر عن اللي عملته خطبته. وبيسر ان الشقة تكون من نصيب بنتك وخطبها. دا بقى سيد. سيد اللي انت عايزة تترضيه يا هادم. اوه يا خبتي يا بغتي لسود يا بغتي لسود. احنا حنقعد نلتم كده طول النهار. بص الكلام اللي انا قلته دا كلام نهاية وما فيش راجعة فيه. انا زند ليه يا سيد. حتى قالك ليك زند? دا من فيه كده ليه? يرديك يا خانتي? يا له يا اما يا له يا اما. بس يا حبيب. بس يا حبيبتي كفاية. على عيني يا بنت. انا حاسة بيك. انا كمان كان نفسي افرح بيك انت وسيد. يردي مين يا رب دا? يردي مين دا يردي ربنا? بعد ما تقدر ان لاقي الشقة دراحة في كل صورة. يا بنتي. حبيبتي يدي عليها يا بنتي. معلش يا بنتي. معلش يا بنتي. معلش يا حبيبتي. المعروف ما بيروحش ابدا. وان شاء الله ربنا هيكرمك واتلقوا غيرها. ان شاء الله. يا خالتي دا مش عين عليه زعري. دا نبقي سعبه عليا. يردي مين دا يا رب? يردي مين? احضرنا يا بوسيد. عيدة هتموت نفسها من العياب. حرمان يا باب. جامعا يا بني. شوف يا بنتي. اللي مالوش قديم مالوش جديد. وعاطف دا صاحب ابن سيد من ثلاثين سنة. واللي يبيح صاحبه يا بنتي. مالوش امان. يتخاف منه. بس انا ابن سيد راجل جدع ويعرف الاصول طول عمره. ولو خالف اللي في قلبه مش هيقدر يسعدك. وهيفضل الزام بركبه ومعاكنن عليه عشتك وعشتك انت كمان. ويظهر يا بنت ان الشقة دي. مش رزقكم. ماشي هو ارزاق. يا سلام عليك يا بوسيد. كلامك كله حكم. بصراحة دا اخر الكلام عندي. تلاتين يعني تلاتين. ما يقلوش مالليم. ايه رأيكم? اكلم صاحب البيت تخلصوا معا. ماشي. دقيقة واحدة اكلم صاحب البيت. عجبك كده? يالي لكن صاحبك كلمها مكانش حظا. ما كلمها يا مين? ستاقيني كلمها. استاذ عاطف لو سمحت تليفون. انا قعدة. صاحب البيت على التليفون. اتفضل. اهلا وسهلا. ما تخافيش يا حبيبتي. الشقة بتاعتكم. والله لو جاني فيها ايه? محديها لحد غيركم. انا والمسيح قلبي تفتح لكم من اول ما شفتكم. صاحب البيت عازلي واخده خمستاشر قلبي. بسيطة. بدام الشقة عجباكم. ما تفرقش? ما تفرقش.